الزوجة في الإسلام لا حقوق يعني مثلاً المهر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً طيب لماذا أكد الشرع على المهر وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ والله عز وجل في القرآن عدد من الآيات تؤكد على موضوع المهر وحفظ الحق في المهر وإيتاء المهر وما يجوز تأخذ منه إلا إذا طبنا لكم عن شيء منه نفساً فاكلوها نيئاً مريئاً وطبعاً هذا المهر الحكم منه إظهار لخطر عقد النكاح يعني أنك أنت داخل على عقد فيه يعني له أهمية ومكانة وله فيه حقوق وشروط وتدفع فيه يا أيها الرجل فيه إعزاز المرأة وإكرام المرأة وبناء حياة زوجية كريمة معها يعني فيه مدخل مدخل المهر هذا مدخل معين يحسس الرجل بأهمية معينة لازم يحسس فيها لازم وقضية أن يعاشرها بالمعروف وسمى المهر صداقاً لإشعاره بصدق رغبة باذلي في النكاح يعني إذا قالوا واحد ليش الشرع سمى المهر صداقاً صداقاً لماذا؟ لأنه يدل على صدق دافعه ورغبته في العقد الذي دخل فيه دفع المهر من أجله والأصل في الصداق أن يكون مالاً ذهب نقد متاع لباس حلي يعني شيء يتمول يدخر يتخذ ملكاً له قيمة ما يقدمه الزوج لزوجته طيب هل يمكن أن يكون منفعة كتعليم القرآن أو تعليم حرفة أو أن يكون حجاً بها نعم ممكن يكون هذا وممكن يكون معجلاً ومؤخراً بعضها كذا بعضها كذا فيصح أن يكون المهر أن يعلمها شيئاً يكون التعليم المنفعة هو المهر ليش؟ لأن التعليم ممكن يقدر بالمال يقوم الآن معاهد التدريب معاهد التدريب الآن يعني أنت حتى تطلع واحد تدرب على كذا وصار عنده مهارة كذا فيها دفع فلوس الله سبحانه وتعالى قال للرجاء بعدما ذكر المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلك بعدما ذكر خمسة عشر نوع من المحرمات يعني زوجة الأب في البداية وحرمت عليكم أمهاتكم بناتكم وخواتكم عماتكم وخالاتكم بنات الأخ و بنات الأخت طيب وذكر من مصاهرة وأمهات ونسائكم وحلائل وأبنائكم ذكر أخوات من الرضاع وذكروا ذكر بنات ثم قال والمحصنات يعني المتزوجات ما لك حق فيها محرمة عليك لأنه لها زوج قال بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلك يعني غير المحرمات حلال عليكم يا أيها الرجال أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين يعني كيف تبتغوا بأموالكم يعني هذا المهر الذي يدفعه شوف بعض النساء سبحان الله مع الآن الحوادث يا إخوان المشاكل المشاكل الآن هذه زوجة يطلع مد من مخدرات وهذه زوجة يطلع على علاقات محرمة مع النساء وهذه زوجة تارك صلاة وهذه زوجة طبعا ويوجد في النساء أيضا مثل ذلك لكن صار يعني النساء الصادقات النساء المؤمنات تقول الآن أنا أبغى مهري يعني أبغى يكون يحافظ على الصلاة صاحب خلق حسن لو قالت امرأة مهري أن يحفظني البقرة وقال عمران القرآن نصف القرآن ربع القرآن ربع ياسين العشر الأخير قال ابن القيم رحمه الله المرأة إذا رضيت بعلم الزوج وحفظه للقرآن أو بعضه من مهرها جاز ذلك وكان ما يحصل لها من انتفاعها بالقرآن والعلم هو صداقها فالصداق شرع في الأصل حقا للمرأة تنتفع به فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج كما رضيت من؟ أم سليم رضي الله عنها أم سليم وقفت موقف عجيب وعظيم قال ابن القيم فإذا رضيت بالعلم والدين وإسلام الزوج وقراءته للقرآن عن حفظه كان هذا من أفضل المهور وأنفعها وأجلها لكن مع ذلك خروجا من الخلاف لبعض الفقراء لازم فيه مال لازم يدفع شيء لازم فلذلك يجعل المهر مثلا نقدا كذا ويحججها مثلا حجة الإسلام يحججها مهر نقدا كذا ويعلمها مثلا يشرح لها متن كذا رغب الشرع في تيسير المهر وتخفيفه فهو أدعى للبركة كما قال عليه الصلاة والسلام إن من يمن المرأة تيسير خطبتها إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها إيش يعني تيسير طبعا تيسير الخطبة ما في شروط تعقيدات أشياء على الشرع يعني والدين تيسير الصداق ما يتطلب منه مش يعني يقولوا لا تدفع شيء لا يقول كم باستطاعتك أنت باستطاعتك لا نشق عليك ستجدنا إن شاء الله من الصالحين اللي إن تستطيع تدفع خمسة خمسة هلاف ادفع خطبتها سبعة سبعة عشرة عشرة خمسة عشرين الله أعطيك أكثر هات على ما يتيسر عندك قال تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها يعني أن تكون سريعة الحمد كثيرة النسل وقال عليه الصلاة والسلام خير الصداق أيسره وقال في رواية خير النكاح أيسره النساء وأولياء المرأة في باب المهور